بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته على حسب الطلب فتح النصيب في الرزق في المال في الزواج في العمل في السفر فتح النصيب في العلاقات علش ما حطيتي هذا الوصفة سيكون عندك إن شاء الله فتح مبين فك السحر التعطين وفتح النصيب بمفتاح الفرج باب الرزق أو باب الزواج كله رزق كله رزق من عند الله لأننا نقول الرزق مجموعة أرزاق الزواج رزق الزواج رزق الرزق والمال رزق الأولاد رزق الزوج الصالح رزق البنت لو تسافر وأنها بغى تهاجر إلى العمل أو تقرأ أنه رزق أو البنت اللي بغى تزوج وبغى تفتح بيت هو رزق لأن أي حاجة فيها خير إلا رزق من عند الله إذن كيفاش نحيد تعطيل السحر وكيفاش نحيد طاقة سلبية لوقفة ليفترقي سببها عين أو طاقة سلبية أو سحر تعطيل سحر التعطيل هو سبب المشاكل اللي حصلة في هذه الأعوام إنسان تكون حاقد عليك أو تكون ما تبغيش لك الخير أو ما تبغيش لك أنك تكون إيجابي تعطل لك الأحوال إما يحسدك درجة أنه يكون عنده شيطان الحسد قوي تأثر عليك العين الحاقدة هي تهي شيطان من شيطان العين قوي إلا اخترق الجسد تأثر على الجسد تعطيك طاقة الخمول طاقة البكاء ما بغشت خدمي ما بغشت أنك تبحثي على عمل ما بغشت درسي ما بغشت أنك تحصلي على أوراق دي السفر تدقولي صافي نعيث ما حصلش لي نصيب بركة ولكن بعد الأحيان تكون هذا التعطيل جاي من من العين والحسد أما السحر التعطيل هو السحر المرشوش أو السحر اللي تديره بالشموع الشموع تديره طاقة سودانية لأن الناس اللي تديره هذه المسائل را قدمة أنك أديت خط المسلم الله سبحانه وتعالى تأديك في خفاء يقدر يأديك في أي حاجة عندك تتمنيها أو أي حاجة تتمني في الخير ما تحصلها شرك الله إذن يكون ساحر أو ساحرة هو عند الله الناس اللي تشركوا بالله هما را خرجوا من ملة محمد لتي آمن بالسحر را ربيتي يأخذ فيه الحق لأنه شرك بالله إذن نبغينا نديره واحد طاقة اللي غا يتطيق طاقة تلفتح وتفتح على الأسرة الكاملة الناس اللي عندها تعطيل شامل في البيت غا يكون خير وبركة إذن المرأة اللي عندها أبناء معطلين على العمل أو عندها بناتها بدون زواج أو الزوج عاطل على العمل أو أي حاجة غا يتديرها على النية ذي الفتح النصي ولكن غا يتدير الملحة للبنت المعطلة عن الزواج أو المعطلة على العمل أو المعطلة على الصفر تدير هذا وصفة أما المرأة اللي عندها مجموعة مشاكل في البيت غا يكل واحد تدير لإناء بالمفتاح دياله تحطها في الغرفة دياله في مكان عالي يسحب لي طاقة السلبية لكيناء في هذه الغرفة وفي هذه الطاقة ديال توقيف الحال إذن تنتمنى أنكم تفهموني نبدأ في الوصفة وخطة ويلتوية باش نشرح لكم علاش غا ينضير هذه الوصفة وعلاش أننا غادي ناخد هالطاقة إذن غادي نجيب الملحة غادي نجيب الملحة ناخد ربعات المعارق ديال خمسة أو ربعة خمسات المعارق ديال الملحة أو ربعات المعارق أو ثلاثة مهم يكون ملحة ديال الطعام أو الملحة الصخرية أو أي ملحة اللي غادي نفتح بها النصيب على حسب حاجة اللي بغيتي غادي تفتح النصيب غادي دولي نقدر نفتح بها بزال الحويش في الخاطر يلي زواج عمل إلا فتح النصيب هو رفي مجموعة بها مجموعة أمنيات إذن علش من ويتي غادي يحضر لك الله الخير إذن غادي نجيب الملحة بحلقة وغادي نجيب واحد المقلة حلقة مقلة وغادي نوضع فيها الملح غادي نوضع فيها الملح وغادي نحطها فوق النار غادي نحطها فوق النار على نية أنها تسخن حتى تصير لونها بني وغادي إن شاء الله بحول الله هي تتقطق هي تتعطي واحد الإشارات ديال التقطقة عارف بأن المكان اللي انتي فيه فيه طاقة ديال الحسد أو العين أو السحر توقف العال ما تخافوش من التقطقات أو الشهوب لتطلق الملحة غادي صير لونها بني غادي إن شاء الله بحول الله عندكم زائد في البيت مفتاح يكون على الأقل يكون قديم أو جديد ما الأحسن البنت اللي بغا تفتح نصيبها تاخد مفتاح جديد بخمس دراهم فقط أو إلا كان عندكم غير إضافي في البيت غادي إن شاء الله تحضريه وتغسليه مزيان بالماء والملح تحيدي منه الطاقة السلبية وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي ندو نقرع ليه سبع مرات هذه القراءة إن شاء الله بحول الله وقوته أنقربوا إلى الفم ديالي بعدما تحرقات هذه الملحة صار لونها بني غادي نحيدها وهي ساخنة وغادي نقرع فوق منها هذه القراءة مع المفتاح وأنا تندوزها على الجسد ديالي تندوز المفتاح على الجسد ديالي وأنا تقول إن فتحنا لك فتحا مبينا إن فتحنا لك فتحا مبينا اللهم افتح لي نصيبي وغادي تقولي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبع مرات غادي نجيب واحد الإناء أبيض لابد يكون أبيض بعدما قاد ساخنة ساخنة صار لونها بني غادي نجيبها في واحد إناء لونه أبيض لونه أبيض غادي نحاول أنا غير تنصور لكم ما حفيتش فوق النار ولكن أنتم ما حفيتش فوق النار حتى يصير لونها بني غرفة خشب وانتم تتحركوا حتى يصير لونها بني بعد ما قررته على المفتاح بعد ما قررته على المفتاح إن فتحنا لك فتحة مبينا إن فتحنا لك فتحة مبينا إن فتحنا لك فتحة مبينا إن شاء الله وغادي تبني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وغادي ندوز على الجسد ديالي بالكامل حتى الرأس حتى العينين حتى كل شيء غادي ندوزه والملحة الساخنة تتبقى أنك لحظتها تكون قارية على هذا المفتاح إننا فتحنا لك فتحة مبينا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غادي تجيبها تحط الملحة لونها بني بعد ما حيتي منها طاقة سلبية وحيتي عقمتي المكان اللي عندك في طاقة سلبية غادي ندوز هذا المفتاح على الجسد دي اللي بعد ما قرأت عليه قرأة اللي قرأت لكم دابا وغادي نوضع المفتاح وسط الملحة وغادي نخليه وغادي نهزو في مكان عالي في البنت اللي بغض الزواج هتحطوه في الغرفة ديالها في مكان عالي فوق الدولاب مثلا أو مكان عالي يكون عندك ترفعه مدة أسبوع مدة أسبوع وانتي هو في مكان عالي وانتي تتقرأي وانتو بغيت نامي غادي تقولي هذه الآية إن فتحنا لك فتحة مبينة سبع مرات كل يوم تقريها سبع مرات تقولي ما شاء الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله اللهم صخير لي يا ربي العمل أو الزواج أو أي حاجة تمنيتها واذكرتها في ذاك المفتاح واذكرت يفتحتي نصيبك ودوسي على الجسد ديالك لاش ربي يحيد لك هذه الطاقة السلبية ويحيد لك النحس ويحيد لك أي حاجة تعسرات في حياتك غادي ندير لي هاكا نحاول أنني نخلي شوية بين وبعد ما درته هاكا في ملحة ساخنة غادي نرفعه في مكان يكون عالي في الغرفة كانت عندي طاقة السلبية في البيت وبغيت الله سبحانه وتعالى يفتح لي في الرزق غادي ندير نفس الشيء دوزي المفتاح على البيت بالكامل وانتي تتقرأي إن فتحنا لك فتح الموينة بسم الله ما شاء الله وتوضعي المفتاح وسط الملحة وهي الساخنة غادي نرفعه في مكان عالي في البيت ونخليه مدة أسبوع لشي يفتح لي الله نصيبي في الأرزاق ولكن كل يوم نذكر هاد الآية مع هاد الدعاء بسم الله ما شاء الله ولا حوله ولا قوة إلا بالله وغادي إن شاء الله بحول الله وقواته هاد الملحة غادي نرفعها مدة أسبوع اليوم الثامن غادي نخرجها إلى مكان عاشب اللوحة في مكان عاشب يكون فيه نباس أما المفتاح غادي نحطه وسط الملابس ديالي حتى نبغي أن نعودها في أي وقت في أي زمان في أي لحظة في أي وقت مع الفجر مع الظهر مع الصبح مع العشة أي وقت بغيتي تديري هاد صيغة ديريها وانتي بعينك مغمطين تفتحي نصيبك في الزواج تفتحي نصيبك الخوك معطل على العمل تفتحي نصيبك الزوج ديالك معطل على العمل أو عندك تعثير بينك وبين الزوج ديالك تديريها بنية اللي بغيتي هذه اللي فتح التعطيل وفتح النصيب في كل شيء الناس اللي عندهم سحر التعطيل مزيانة لهم المفتاح اللوحه في مكان الملحة اللوحة في مكان عاشب ولكن المفتاح غادي نحطه وسط الملابس دير ليه مندي الأبيض ومن بعد غادي نخليه وسط الملابس ووقت اللي نبغي هذا المفتاح أو تاني نشتغل به غادي نشتغل به إن شاء الله وغادي تكون طاقة إيجابية لفتح النصيب في كل شيء جربوها مجربة هذه المصفة لأنها رائعة أكثر من رائعة إذن استعنوا بالله والله هو اللي سيعطي والله هو اللي تي وهب تأسيرات من عين حاقدة أو السحر تعطيل أو الحسد أو التابعة أو تعطيل الأحوال من تعطيل من أفواه شريرة أو عين حاقدة أو تابعة من الإنس والجن إذن أحببي لأجبونا للفيديو خليونا تعليقات إيجابية خليونا تعليقات خليونا طاقة إيجابية هو بشيزيد الفيديو وشوفوه أكبر عدد إذن أحببي وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته